قررت الحكومة الكورية إنشاء منصب جديد للتحقيق في أعمال العنف المدرسية إلى جانب زيادة عدد رجال الشرطة المسؤولين عن مراقبة تلك الأعمال من أجل تخفيف العبء عن المعلمين في المدارس وتم الإعلان عن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة التعليم ووزارة الإدارة العامة والأمن في مجمع المكاتب الحكومية في سيول حيث أوضحت الوزارتان الخطة الحكومية لتحسين آلية معالجة أعمال العنف المدرسية وتعزيز دور رجال الشرطة المسؤولين عن مراقبتها بدلاً من المدرسين الذين ظلوا يتعرضون لشكاوى كيدية في حالات كثيرة في هذا السياق قررت الحكومة الكورية إنشاء منصب جديد من أجل إجراء التحقيقات في أعمال العنف المدرسية وذلك حتى تستطيع المدارس في جميع أنحاء البلاد التركيز على حماية الضحايا لقضايا العنف المدرسي مع اتخاذ الإجراءات التعليمية ذات الصلة بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر